أعلن المهندس عاصم عبدالطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أنه بناء على توجيهات الحكومة الموقرة بصيانة الأسواق تستعد البلدية لصيانة سوق الرفاع المركزي من خلال الموازنة العامة المقبلة مشيرا إلى أن البلدية لديها خطة شاملة لتطوير السوق من كل النواحي حسب توجيهات الحكومة بالاهتمام بالأسواق المركزية قامت بلدية المنطقة الجنوبية وحسب توجيهات سعادة الوزير بالاهتمام وصيانة الأسواق الموجودة طبعا قبنا بصيانة سوق المركزي تبع الرفاع والصيانة هذه مستمرة إن شاء الله من ناحية المكيفات من ناحية الصباغة من ناحية تعديل الأرضيات والفرشات هذه بتكون المرحلة الأولى المرحلة الثانية إن شاء الله بعد توفير الميزانية ستقوم بلدية المنطقة الجنوبية بصيانة شاملة لسوق المركزي تبع الرفاع وإن شاء الله يعني نتوقع إن في 2017 2018 في ميزانية هذه محددين إحنا نتكون هناك ميزانية لصيانة السوق المركزي تبع الرفاع بطريقة كبيرة ونحاول إن شاء الله نصحح بعض الأمور في السوق وتوفير بعض المستلزمات اللي محتاجينها الباعة والمشتري طبعاً المشكلة الكبيرة هي توفير مواقف للسيارات اللي عندنا المواقف اللي موجودة طبعاً عدد السيارات اللي تكون العدد قليل فإحنا حين قاعدين إن شاء الله نفكر في آلية ووضع حلول لحل مشكلة المواقف والتطوير السوق من كل الجوانب إن شاء الله